أنا من العراق 38 سنة وحدة في بداية حياتي بعد أن جابت ابن الأول عملت ثلاث عمليات إجهاد ولم أكن أعلم أنها خطية أعتاني الرب أطفال اتنين وهم الآن 24 و 34 من عمر وهم من زوات الاحتياجات الخاصة مع العلم أني اعترفت بخطية الإجهاد إلى أني أحس بثقة للخطية وأن السبب لما هم فيه شوفي يا صاحبة السؤال اللي أنت عملتيه خطية دون أن تدريها ودايما الإنسان بيتحسب على الخطية اللي يدريها لأن الحاجة اللي ما ندريها ما ندريهاش وما نعرفهاش دي لا نحسب عليها زي بالضبط لما المسيح يسوع قال لحكمة أتيت إلى هذا العالم لكي يعمى الذين يبصرون ويبصر الذين لا يبصرون يعني المولود أعمى شاف المسيح والكتب والفرسين المفتحين اختفى عن أعينهم هم فهموا أن بيتكلم عليهم قالوا له تقصد أن احنا عميان قال لهم ياريت لو كنتم عميان لما حسبت لكم خطية ولكنكم تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقي عليكم عشان كده أنت لما أنت عملت عملت بجاه وفي نفس الوقت اعترفت بخطيتك لكن كون أن الأولاد طلعوا من زوات الاحتياجات الخاصة يبقى إذا هنا ده عمل تاني ربنا عايز يعلمك حاجة عايز يديك صبر عايز ينقلك عايز يكبر لك إكليل لكن اعرفي أن ربنا بيحبك وربنا سامحك على الخطايا اللي أنت عملتها والأولاد دول أنت لو تمت بيهم وركزت فيهم إكليلك هيبقى في السماء كدير بعد كده بتسألني سؤال تاني بتقول عندما نقوم بأجساد نورانية هل سيكون بنفس الصورة أولا وإن كان الجواب لا كيف سأتعرف عليهم صليلهم ليعطيهم الله الصحة ولي يعطيني القوة والصبر والمقدرة على خدمتهم علما أن الله رزقني بنتي كاملة بعدهم ربنا عوضك وفرح قلبك الأجساد اللي هنقوم بيها نفس الجسد ده بس هيتحول إلى جسد نوراني تيجي تقولي إزاي أنا بضرب مثل يقرب لك الزجاج الإزاز الإزاز شفاف لكن أصله رمل والرمل جسد معتم فالجسد المعتم بطريقة كيموية من ضفها للرمل يتحول إلى هو نفس الرمل بس يتشابك ويتحول إلى ألواح من الزجاج هو هو فإذا كان الإنسان قدر أن يحول الرمل المعتم إلى إزاز شفاف ألا يستطيع الله أن يحول جسدك المعتم إلى جسد نوراني كامل شبيه بجسد المسيح اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر